جناب الأب بطرس دانيال يعني احنا تعرفنا على الإسلام ودعوته إلى التعارف ماذا عن المسيحية؟ هل فيها يعني أيضا نفس التعاليم نفس الراحة؟ أكيد الأديان كلها تدعو إلى معرفة بعض عن طريق نخاصة في أي صغير الله محبا وأحب بعضكم سيد مسيحبولي تنميذو بعضا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبدو نفسه من أجل حبي بمعنى المحبة الحقيقة بتشمل حاجات كثيرة أولا أنا أتعرف أتعرف من شخص فاضلة الشيخ ليه؟ لأن أحكيها بحاجة بسيطة جدا كنت بتمشي على جبل من بعيد لقيت وحش اتقربت له لقيته إنسان وصلت له لقيته أخويا من بعيد كنت عايزة أدفع عن نفسي أحذفه بحجارة لما تعرفت له أخدته بالأحضان وبسطه بمعنى إيه؟ إحنا مشكلة معظم حروب العالم ممكن كلها سببها بين الإشاعات وغير معرفة بعض يعني مثلا دلات يكون واحد كويس فالتاني يقول له لا يشوهه الشخص ده وحش الشخص ده غير لكن لو إحنا في محبة بالفعل حقية فالمحبة تبنى على إيه؟ تبنى على النية الصافية النية السليمة اللي أنا قدامي مهما الناس تكلموا عنه أنا لازم أختبر وأعرفه لأن أحيانا كتيرا بنتخدع إحنا في المظاهر مظاهر خدع بمعنى أنا شايف واحد من بعيد وقول عنه وحش يطلع حلو أو العكس أو الناس يقول عنه وحش يطلع هو حلو أو يقول عنه حلو لمصالح ولما أتعرف عليه بيطلع حاجة تانية وزا ما قال حتى كان في السكراد وقل لي تلميذه إيه؟ اتكلم عشان أعرفك أنا أعرف شخص تاني زي من معاملاته ومن كلامه وقدر أكتشف بالفعل لكن طول ما أنا أسمع من الآخرين وإشاعات وكده طبعا بحط حاجز وممكن أنا أبتدي أعاوز أدفع عن نفسي بأن أنا أنتقم من هذا الشخص نعم فمحتاجين بالفعل زي ما بتدعو الأديان كلها إن إحنا نتعرف على بعض يعني إحنا في عادتنا النهاردة وكان لقيا الشرف قبل ما ندخل مع حددك كان مع فضيلة الشيخ السيد وفضيلة الشيخ أحمد عادنا عملنا حوار جميل جدا يعني ممكن من بعيد فيه بنا لمبالا شفته وسلمت عليه شاورت عليه ومشيت لكن لما عادنا مع بعض تم بالنحوار جميل جدا ومبساطنا من بعض صار كل حد فينا أخذ غنى من التاني أكتر وأكتر صحيح